شوفوا السؤال الجميل هذا كلكم تعانون من عنده وممكن أنه في قلب كثير من عدكم هل من الضروري أن نحفظ الجزرية أو مثل تحفظ الأطفال لأنه فرض علينا حفظها ونحن بالكاد نستطيع حفظ صفحتي من القرآن الكريم كم واحد من عدكم يدوروا باله هذا السؤال خاصة الذي يريد أن يحصل على الإجازة بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم أن تعلموا أحبتي في الله أن التجويد نوعا ومعروف لديكم تجويد نظري وتجويد عملي ولا بد لكل مقرئ أن يجمع بين القسمين والإجازات بالقرآن الكريم بأحد الاعتبارات إجازة قراءة فقط يعني هذا قد تحصل على الإجازة ولكي يقرأ ممكن أن يكون قد تعين إماما يقرأ القرآن فقط أو في مثلا مسجد معين أو هذا لا يدرس ولا يعلم إجازة قراءة فقط هذا فقط أخذ الإجازة بالقراءة والثانية إجازة قراءة وإقراء أما الأولى فهي للذي عنده الجانب العملي دون الجانب النظري أي أنه يقرأ القرآن قراءة صحيحة سليمة لكن ليس عنده التجويد النظري فهذا ليست عنده أهلية للتعليم فيعطى إجازة قراءة فقط لأنه إن كان هذا حاله فكيف سينقد الأخطاء وكيف سيشرح الأحكام وكيف 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 لا بد أن يكون لديه متن أو متنين من المتون الموجودة في التجويد حتى لما يبدي يعلم الطلاب مثل ما أشرح لكم بالنطف الصحيح مثلا أقول لكم وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدواو وفاء تختفي وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشافتين ضما فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفيلة لاحظتم أنا لما جلست الآن جلست للإقراء كيف أنا بالنسبة لي سأنقد أخطاء الذين يقرؤون إن لم يكن لدي خلفية جيدة محكمة بحفظ متن أو متنين بحيث أنه أنا أوصل المعلومة بطريقة علمية دقيقة صحيحة خلكم معاي لأنه أكثير منكم هل يابد من حفظ الجزرية وأنا في طريق الإجازة لأنه كثير كثير من الأخوة والأخوات قل لك أنا ما أريد أحفظ الجزرية ما أقدر أحفظ الجزرية أما الثانية فهيّل الذي جمع بين القسمين النظر والعمل لأن هذا النوع يستطيع شرح الأحكام وعنده قدرة على عرض المعلومات وإيصالها للمتعلم وعنده قدرة على معرفة الأخطاء في التلاوة إلى غير ما يتعلق بهذا وكلامنا هنا منصب على هذا النوع كلامنا هنا يا طالب يا طالبة أنتم ماذا تريدون أتريدون إجازة بالقراءة فقط بس أنه أنتم أتقنتم القرآن الكريم أم تريدون أن تقرئوا غيركم وصلت الفكرة ولا لا الله بارك لي فيكم هذا النوع أبو إجازة الإقراء القراءة والإقراء لابد له أن يحفظ متنا في التجويد على الأقل متنا في التجويد على الأقل وإذا أراد دخول إلى علم القراءات فلابد له من حفظ متن لها ورب سائل يقول لما لأن من سنة العلماء أنهم يحفظون في كل علم من العلوم الشرعية متنا على الأقل من سنة العلماء لأنه أنت لما تريد تدرس أنت صرت واعتليت مرتبة عالم أنت تعلم ويقولون أيضا من حفظ المتون حاز الفنون وقد قالوا هذا عن خبرة ودراية وتجربة وصدقوا الله لأن الذي يريد تعليم علم فلابد له من أن يحفظ متنا في هذا العلم يجمع أسس يجمع أسس ومبادئ هذا العلم لكي يستحضرها بسهولة عند الحاجة إليها ويستشهد بها شوفوا النطق الصحيح لما أقول لكم على مسألة معينة كم قديش أستشهد بأمور من متن الجزرية أو المتولي أو ما شابه ذلك صح ولا لا حتى لما تقول لي أنت ليش ليش أنت تقول التفخيم مراتب خمسة ليش أنت تقول هذه ما أرققها لا ليش أنت تقول هذه لازم أقلقلها مفخمة لاحظتم؟ نحن نتكلم الآن عن النوع الثاني وإلا كيف يستحضر المعلومات وهي عنده غير مجتمعة ما رح تنحرج أنت يا أبوي أو يا أخوي أو يا أختي رح تنحرجون قدام طلابكم لما يسألوكم أنا والله يخلصوا أريد أنا أنا أعتلي ويلا من يريد أن يتعلم من يريد أن يقرأ وخلص تنفشل ريشك وتقعد أمام أبسط سؤال من طالب صغير أو طالبة صغيرة في العمر ما أعرفت الجاوب عيب عيب وإلا كيف يستحضر المعلومات وهي عنده غير مجتمعة تجده قد قرأ المعلومة الفلانية في الكتاب الفلاني والمعلومة الفلانية للكتاب الفلاني فالمعلومات عنده مشتتة كيف يجمعها؟ أو أنه يقول لهم مثلا أمهلوني إن شاء الله تعالى بكرا أجاوبكم على هذا الموضوع وكل ما يسألوا أمهلوني بكرا علشان أنه يرجح هو ويبحث في الكتب على السؤال الفلاني اللي سألوا الطالب حتى الطالب رح يفقد الثقة فيه قلوا كل ما نسأل الشيخ أمهلوني بكرا أجاوبكم أمهلوني بكرا أجاوبكم هذه رح تكون ضع ضع ثقة الطلاب مع شيخهم الله يبارك فيكم وإن لم يتيسر حفظه للمتن فلا بد من أن يكرره بتأمل وتدبر حتى ترسخ معاني في قلبه والله ما أقدر والضع باستيطالات ومخراجي هذه والله ما أقدر صعبة صعبة ما أقدر تمام صعبة يومية تكررها مع شرح لها تفهم معناها في ناس بتفهم ما بتحفظ فأنت إذا فهمت وترسخ الفهم عندك من ناحية المخرج والطريقة والكيفية والميكانيكية فأنت على خير عظيم أيضا فلا بد أن دائما تتأمل هذا المتن وتكرره وتائما يعني تفتح شروحات هذا المتن حتى لا نضيق على الناس والله يا شيخ والله ما أقدر أحفظ والله حاولت ما أقدر أحفظ ماشي 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 فأنت إيش دائما ترغب والطالب لا تحفظ ولا يهمك يا ابني ولا يهمك يا بنتي كل يوم بيت واحد نقرأه قراءة صحيحة ونبدأ إحنا نفسر ونشوف ماذا أراد النظم من هذا البيت وماذا يقصد زين الله يبارك فيكم وحقيقة متن الجزرية نظم جامع لمن أراد حفظه لكن فرت كثير من طلاب العلم اليوم في الحفظ ولعمر الله أن يكون هؤلاء طلاب علم حقيقة أن يكون هؤلاء طلاب علم فالعلم إن لم يكن له متن جامع حاكم لقواعده وأصوله انفرط واختلط وأنا أرى أهمية حفظ المتون ولعل بعض ما كان أحدث من الجزرية مثلا أن يكون كالسلسبيل الشافي ويعني مثل تحفط الأطفال مثلا وغيرها كثير لكنه لا غنى عن الجزرية بصراحة ولعل بركة نظمها تلحقه إلى اليوم وذكر الدكتور غانم قدوري كلام جميل جدا قال إن للجزرية خمسين شرحا حوالي تقريبا وكانت هذه الشروح في أوقات متباعدة مما يدل على أن أجيالا كانوا يحفظونها وليس بس جيننا اليوم يعني من 200 و300 سنة أحنا أجيال وراء أجيال يكتبون شرح للجزرية ويحفظونها الأولاد عرفتم الآن؟ فهذا ليس الوليد اليوم إنه لازم أنت تحفظ الجزرية الله يبارك فيكم